العرف وجميع أن بلادنا كتمر هدلأيام بظروف استثنائية والمعروف علينا كنديروا يدينا فيد بعضياتنا باش نتعاونوا وامتضامنوا هد الروح تضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشي من كام غربة اللي ورتناها على أبائنا وجدودنا واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كي حدنا على التآخي والبدل والإحسان وحيث أملنا فيكم كبير سمعنا وكون معانا وخليك في الدار باب التبرعات مفتوح اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسنناش بلادنا أمانة فرقبتنا وعندها دين كبير علينا وفي هد الوقت اللي خاصة نكون غير بحرارة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا بسم الله على أولادنا بسم الله على أحبابنا بسم الله على أموالنا بسم الله على إخواننا بسم الله على بلدنا بسم الله على كل شيء أعطاه إيانا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحذر ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها اللهم رب الناس أذهب البس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما وبعد أيها الأحباب الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ونسعد ونحمد رب العباد أن جمعنا وإياكم في هذا اللقاء المبارك نجتمع لنتدارس دين الله نجتمع لنتدارس واقعنا الاجتماعي ونحرص على أن نجد الحلول المناسبة وفق كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن عجزنا وشعرنا بالضعف فإننا نتوجه إلى البار عز وجل نرفع أكفة دراع إليه ونسأله العفو والعافية وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم يا ربنا إننا قد استجبنا لك وإننا آمنا بك نشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمد عبدك ورسولك اللهم يا رب العالمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين إنا تبنى إليك إنا تبنى إليك إنا تبنى إليك نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك أيها الأحباب الكرام موضوعنا لحلقة هذا اليوم نتكلم عن كيفية ضمان الأمن الصحي كيف نضمن الأمن الصحي في أوساطنا في بلدنا في وطننا كيف نزرع الأمل بمزيد من العلم والعمل لا حديث عن الناس إلا عن هذا الفيروس كورونا كوفيد 19 وأكد لكم أيها الأحباب الكرام أن هذا الفيروس لم يأتي ليقتل ويبيد بالعكس لقد جاء ليحيي يحيي ظمير الإنسانية جاء ليحيي القلوب الطاهرة والعقول النيرة هذا الفيروس فيه خيرات رغم ما يبدو عن الأشياء التي هي مقلقة ولكن لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا أول الخيرات هي ما لاحظناه هذه الآوينة الأخيرة من ثقافة الانضباط وتقافة التعاون والتأذر التي شهدناها في هذه الأيام الأخيرة نظاما ودولة وحكومة ووزارات ومؤسسات وجمعيات مجتمع مدني وأفراد بدأنا نشعر أننا كلنا صرنا جسما واحدة ربما قبل كورونا كنا نسمع لغط سياسي وصراع وانتقادات توجه للحكومة وكل حزب يضرب الآخر والناس في قلق وفي هرج ومرج لكن اليوم بدأنا نشعر أننا نعود إلى رشدنا نتجند جميعا من أجل أن نواجه هذا الخطر الذي يهدد صحةنا العامة النظام الحاكم في المقدمة الدولة بكل مقوماتها تسير خلفه الحكومة صارت أكثر انسجاما وفعالية في اتخاذ القرارات الوزارات كلها قراراتها منسجمة ومتساوقة مؤسسات الدولة كلها تنحو نحو نفس الهدف جمعيات المجتمع المدني وكل الأفراد الكل بدأ نشعر أننا سرنا فكرا واحدة قلبا واحدة ضميرا واحدة وثقافة واحدة لماذا؟ لأن هذا الوباء بدأ يتمدد يوما بعد يوم وبدأ يدق ناقوس الخطر ولا بد أن يساهم الجميع في انحصار هذا الوباء يتمنا الأوساط تشعر بالقلق والخوف وهو قلق مشروع لأن المرحلة حرجة لكن مع كل هذا سجل يا تاريخ سجل بماء من ذهب أن المغرب هذه الأيام ولله الحمد يسير في الطريق الصحيح لقد اتخذنا إجراءات التي هي باتت اليوم مذخرة بين جميع الدول تحد من انتشار هذا المرض رغم كل الانتقاد التي كانت سابقة ولكن اليوم الوزارات المغربية كلها أبانت بمختلف أطيافها والأحزاب والنقابات وكل رجالة الدولة ورزالة الشعب الكل أبان عن علو كعبه وحنكته انسجام عظيم جدا لتطويق مخاطر تفشي هذا الفيروس وتحية كبيرة لوزارة الصحة وزارة الصحة هي الف مقدمة تقوم بوضع عدة جهود وتدعو إلى احترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية واللحظة إذا كان معظم المواطنين في بيوتهم فإن هذه اللحظة هناك الأطباء والطبيبات والمبردين والممرضات وكل من يعمل في قطع الصحة جنود مجندين على مقربة من الخطر يضحون بأنفسهم من أجل راحة الجميع إنهم مثل الشموع تحرق نفسها لتضيئ للآخرين لكن بفضل الله لن تحترق ستزداز تزداد تواخجا ولا معانا فتحية كبيرة لكل الأطر بوزاة الصحة تحية كبيرة أيضا لوزارة الثقافة والرياضة التي بادرت بإلغاء المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية والقاعات الرياضية وهذا إجراء منسج لأن الاكتضاد الكثير سوف يؤدي إلى انتشار الوباء وتنتشر العدوى بين الناس تحية كبيرة أيضا لوزارة التربية والتعليم التي دعت إلى إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد وتقوم بما يسمى بالتعليم عن بعد أو التمدرس الرقمي الذي سوف يكون إن شاء الله بادرة عظيمة لكي نخطو خطوات إلى الأمام وكنا في أمس الحاجة إليه هذا التمدرس الرقمي أو التعليم عن بعد كنا في أمس الحاجة إليه من غير فيروس كورونا كنا سوف نستفيد أكثر بأبنائنا وبناتنا وربات البيوت وكل من انقطعنا الدراسة فتعود لإعلامنا إعلامنا يعود له الإشعاع المنشود تحية كبيرة لكل أطر وزارة الداخلية التي بقرارات شجعة أقرت إغلاق العديد من الفضاءات والأماكن العمومية في وجه العموم خصوصا المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والحمامات وقاعة الألعاب وملاعب القرب كل هذه الأشياء تم إغلاقها ابتداء من اليوم لأن الخطر ممكن أن يتسلل من خلال بعض هذه الهيئات أو هذه الجهات وطبعا لا ينبغي للعموم المواطنين أن يخافوا بأن سيكون هناك تاتير على حياتهم لأن هناك الأسواق والمتاجر ومحلة العرض وبيع المواد المنتجة الضرورية للعيش ستبقى إن شاء الله متوفرة خدمتها تحية كبيرة أيضا لوزارة التموين التي تقوم بالتموين وتقوم بالاقتصاد وأكدت بأن كل المنتجات الاستهلاكية الضرورية متوفرة لا خوف ولا حزن ولا هلع عيننا أكثر من أربعة أشهر ولله الحمد متوفرة حتى حتى ما يهم رمضان الأكرم فإن شاء الله متوفر فلا داعي للخوف والقلق كل الوزارات اتخذت اتخذت القرارات بالإغلاق حتى الهيئة المكلفة بالنقد والي بنك المغرب أقر قبل قليل بأن السيولة المادية متوجدة في الأبنك لا داعي لا داعي لل عموم الناس أن يذهبوا إلى الأبنك ويسحبوا السيولة فالحمد أنه كان الاتمان مضمون والسيولة متواجدة بوفرة فلا داعي للقلق والإنسان يتعجل ويسحب نقوده من القطاعات البنكية وتبقى آخر وزارة قامت بإجراء لهوية في صالح المواطنين هي وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية بخصوص المساجد وهذا أمر حساس للغاية بيوت الله تعالى من قبل سمعنا أن هناك إلغاء المواسم في الأول بدأ باستثنائها ثم تم إلغاؤها لما رأوا بأن شروط التوعية قليلة بين الناس في البواد والقرى وكان الجدل قائم حول المساجد وحول بيوت الله تعالى وفي البدء كان الرفض لإغلاق المساجد لما لأن الدعوات جاءت من جهات أخرى غير مؤهل لها ولا موكل لها الإفتاء في الدين جهات علمانية جهات ربما عندها موقف من الدين ويحز في نفسها أن ترى المساجد ممتلئة فطبعا الناس يرفضون هذه القرارات إن جاءت من هذه الجهات أما وقد جاء الأمر من أصحاب القرار من أصحاب الهيئة الدينية بأمر من أمير المؤمنين فالمساجد أيضا جاء هذا اليوم سمعنا بأن القرار بإغلاق أبوابها نظرا لأنها تجمعات يقع فيها التصاق بين المصلين سواء في صلاوة الخمس أو سطل الجمعة بفعل الاكتضاد الشديد وتحية للسيد وزير الأوقاف الشهور الإسلامية أنه يؤكد هذا لا يعني لا يعني أننا نلغي الآدان الآدان سيبقى في المساجد يرتفع خمس مرات لإعلان الصلاة وأيضا لا يعني هذا ترك الصلاة بالعكس فدعوة من المسؤولين في المجلس العلمي الأعلى فرصة للعائلات فيما بينهم أن يقيموا مساجد في بيوتهم في بيوتنا صارت مساجد الرجل يصل بزوجته وأولاده وأفرد أسرته ونحافظ على الصلاة نحاق هذه توصيات من المجلس العلمي الأعلى حتى لا يظن ظن بأن إغلاق المساجد هذا قد يؤدي إلى أغلقت المساجد وتوقف الناس عن الصلاة ماذا يعني هذا خروج الدجال خروج الدجال والدجال سيظهر حينما يتوقف العباد عن الطاعة والإيمان واليقين ولكن ينبغي أن نمكت في بيوتنا ونقيم الصلاة ونزيد في قيام الليل ونقرأ القرآن الكريم والحمد لله قنواتنا وإداعاتنا جميعها سوف تعلن الأدان في وقته وسوف تملأ تملأ فضاءتها بخصص من القرآن العظيم والأذكار الربانية كل هذا يزيد في التدين منسوب التدين لدى المواطنين وإن شاء الله هذا المشكل سنجوزه قريبا كورونا هو غاممة صيف سوف تزول لكن بعدها ماذا سوف نحصل سنحصل على خير عظيم سنحصل على قوة إيمان وحب صلاة وقلوبنا تنفتح لله والسنتنا تلهج بذكر الله وسوف نكون جميعا متضامنين وسوف نكون جميعا قاربين بعضنا لبعض فهناك إهابة بجميع المواطنين بجميع الأحباب في المدن في القرى في كل مكان أن نساهم وننخلط بقوة وبمسؤولية وحس وطني لكي نتجاوب مع هذه التوجيهات والإجراءات والتدابير المتخدة فالمغرب اليوم يسجل التاريخ له بنقطة إيجابية أن هذه الإجراءات التي اتخذها مبكرا مشكور عليها هناك دول أخرى لم تتخذها كألمانيا متن دولة عظمان لم تتخذها المغرب يستفيد من أخطاء الدول سابقة من دولة الجارة إسبانيا ومن العزيزة إيطاليا ومن دول أخرى فالمغارب الحمد لله رجالة الحكومة ورجالة البلد نصفق لهم بحرارة ليست مجاملة لكن باستحقاق وجدارة أن ما قاموا به في الآوين الأخيرة نسعد بأن الحمد لله عندنا دولة وعندنا حكومة وعندنا نظام وعندنا رجال في هذا البلد فأسأل الله تعالى أن يثيبهم خير الثواب والجزاء على ما فقاموا به فعلينا أننا جميعا نتعاون التعاون الإيجابي بين مختلف المتدخلين المتدخلون كتر هناك لجن اليقضة لجن اليقضة الصحية لجن اليقضة الاقتصادية وغيرهم الكل يواكب ويتتبع ما يقع وخير شيء ربما أدخل السرور والغبطة والحبور إلى قلوب المغاربة هو القرار المبارك الذي وضعه صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله تعالى ورعاه بوضع هذا الصندوق لمواجهة هذا الخطر صندوق يوفر اعتمادات عظيمة بمبلغ عشرة مليار درهم كل هذا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية وأيضا توفير البنيات التحتية والمعدات التي ينبغي اقتناؤها بكل استعجال فهذه مبادرة عظيمة صاحب الجلالة بهذه المبادرة يعبر أيضا عن مدى عن مدى حبه لأبناء وطنه وعن مدى رغبته في أن يحطرنهم جميعا لحماية من هذا الفيروس القاتل وطبعا أيها الأحباب الكرام في غياب أي لقاح اللقاح هناك دول عظمى تبحث عنه وفرق طبية متطورة لكن بدون نتيجة اللقاح غائب إذن ما هو الحل؟ الحل هو التدبير الوقائية هي الحل الأنجع فلابد أن نتبع التدبير الوقائية ما هي التدبير الوقائية؟ لعلكم تعرفونها جميعا ولكن هذا من باب من باب الشيء إذا تكرر تقرر أول ما يواجهنا وهو الشائعات الشائعات هذا خطر يهددنا جميعا فينبغي أولا أن نحذر من الهلع والمبالغة في الخوف منه هناك شائعات في الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي تتيره الهلع والخوف وكل مرة تأتي بأفكار غريبة وفيديوهات ليست صحيحة فيديوهات ليست صحيحة مأخودة من جهة أخرى أو قديمة ثم يتم تركيبها ووضع عنوين مثيرة غايتها إطارة الهلع والمبالغة فيه إياكم أن تسمعوا لها هذه مجرد خرافات وهذه مجرد تلاعبات أيضا نجد هناك بعض القنوات في العالم ولعالم صار قرية صغيرة تعتمد على المنجمين وتعتمد على الفلكيين الذين يقدمون تنبؤات في المستقبل القريب والبعيد وكل هذه التنبؤات تعطي صورة مخيفة تقول كلام لا أساس له من الصحة إياكم أن تصدقوا شيئا من ذلك هؤلاء دجالون كذابون قد يأتيك بخبر وحيد ووحيد صحيح لكن مع وعاشات الأخبار كلها مكذوبة إياكم ثم إياكم أن تسمعوا لها لأنه لا يعلم الغيبة في السماوات والأرض إلا الله كل واحد يقول بأنه يتحدث مع الأفلاك ومع النجوم وبعض الشيعة المعروفين بهذا المجال عندهم حوار مع المعصوم الذي سيظهر آخر الزمان المهدي المنتظر كل هذا كلام فارغ لا تصدقه هذا كله من باب الدجل والشعودة الذي ينتشر كلما ظهرت ظهرت مثل هذه الظواهر في التاريخ وما أكثرها يظهر الدجل فنحن نثق في القرآن العظيم والسنة المطهرة ونؤمن ونثق في أقوال العلم العلم الصادق ونثق في أصحاب الإختصاص من الأطباء ومن أصحاب القرار الذين عندهم رؤية واسعة موسعة وستراتيجية غايتها أنهم يبعثون السفينة إلى بحر النجاة وإلى مكان النجاة إلى بر النجاة نسأل الله أن يحفظ الجميع فإياكم من الهلع والمبلغة في الخوف كل ذلك كلام فارغ لكن بالمقابل ينبغي التحدي من التساهل لأن البعض يتساهل ويقول كأن شيئا لم يقع ولا يتخذ الأسباب الوقائية فلابد أننا أننا نحرس على ذلك ونتجنب هذه الشائعات وربنا سبحانه وتعلى قد نهن عن ذلك نشر الشائعات هي من صفات المنافقين المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون في المدينة المنورة ماذا يفعلون يصطردون في الماء العكر ينشرون الشائعات فنزل قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فجاء القرآن الكريم يقول بأن أي خبر جديد فيه أمن أو في خوف أو في هلع لابد أن نرده إلى الرسول لماذا؟ لأنه هو القائد الأعلى في ذلك الزمان ثم هذه الآية يبقى مفعولها سار في التاريخ البشرية لأننا دائما نعيد الأمر إلى أولي الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إحنا اليوم أولي الأمر مننا هم أننا نستعيق قطع الصحي اللجنة ديالليقضة اللجان الموازية لك تقوم بالمتابعة والتتبع والمواكبة هدهما أولي الأمر أي خبر نأخذه من هذه الجهات وأي خبر آخر من هنا وهناك مضيع للوقت خير لك أن تشغل نفسك بذكر الله عوض أن تنشغل بأن تبحر لساعات طويلة في المواقع التهوص الاجتماعي للبحث عن الغث والسمين والسمين قليل والغث كثير والعياد بالله كذلك أيها الأحباب الكرام ينبغي التنبيه إلى بعض الحالات السخرية السخرية التي طبعت بعض النكات فكاهة ساخرة من فيريس كورونا وهناك إخوة لنا وأخوات لنا سواء في الدين أو في الوطن أو في الإنسانية مصابين ويتجرعون المرارة ومن يدري قد يكون كل واحد مننا قد يتعرض الإصابة نسأل الله السلام والعافية فعلينا أن لا نسمع لهذه السخرية وهذه التفاهات من النكت ومن الفكاهات وأيضا الأغاني التي تستهتر بالمرض لا يليق عوض أن تستهتر بما أدعو ربك ارفع يديك إلى السماء واطلب من الله تعالى أن يدفع البلاء مع أن أكثر نسم عديد الخطر هم الأطباء والممرضين ونجدهم عرق جبين وقفين بالليل والنار هذه الساعة هذه رهم كلهم دير مناوبة في مختلف المصحات ومختلف المستشفيات الجامعية وغيرها أيها الأحباب الكرام نريد أن نؤكد بأن الحفاظ على الصحة وعلى النفس البشرية هذا مقصد من مقاصد الشريع ربنا سبحانه وتعلك قلنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالإنسان لا بد أن يتخذ الاحتياطات لازمة لا بد أن يتوقع الوقوع في الأخطار لا بد أنه يسعى للحفاظ على نفسه ومن ثم لا بد أن نذكر الناس بشي عرفوا مما بتذكير وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين الناس كتسلوا للأعراض باش نعرف راسي مصاب بالكورونا لا قدر الله أول حاجة هي يسل في الحمى الحمى كتوصلت قريبا 41 درجة الحمى كانت مستعرة مرتفعة لا بد أن الإنسان يستربيد غياء ويمشي يارد نفسه على الطبيب والحمد لله المصاحات كلها الآن مفتوحة كيشور بالحمى مرتفعة كيشور الإنسان بالإرهاق الشديد ما بقت عنده قوة وكيجيه الإسهال الإسهال في البطن دياله هذه الأمور في الأول تبدو خفيفة ثم تزداد تدريجيا هناك كل خطر لا بد أننا نذهب إلى العلاج وطبعا الحمد لله المبشيرات كتقولك 80% من الحالات هي قابلة للعلاج فقط اللي يشعر بأن عنده هذه الأعراض يبكر بالدهاب إلى الجهات الصحية يعرض نفسه وغلقى إن شاء الله الإرشادات والتوجيهات والتطمينات أما يبقى عادي هكذا فإن العدوى تنتقل كيف تنتقل العدوى؟ عن طريق القطرات الصغيرة من الفم أو من الأنف هذاك لا صليف أو النيف ديالنا كيكون عمر بالماء هذه القطرات إلي أعطس الإنسان عن طريق السعال أو الزفير راه الله يسترنا ويستركم هذه القطرات هي السبب فالإنسان يبقى دائما على مسافة بينه وبين الأشخاص الأخرين على الأقل بمتر متر على الأقل بينكم بالآخر لأن الفيروس لا يمكن أن يمشي هذه المسافة كلها ولقد در الله الإنسان يمشي لأي مكان حل باب وحد الحاجة معينة لا يقيس فمه ولا عينه الفم والعين لا ربما يمكن أن يمشي للشيسطح أو في الشمائدة أو طاولة لا بد أنه يقوم بالتنظيف بالماء والصابون والمعاقمات دي ما غير ندخل الدار أو نخرج من الدار أو نمشي لأي مكان كل فترة زمنية قليلة نغسل نفسي يدي بالماء والصابون وبالمعاقمات وكن حيي بعض العمارات اللي عندهم لاسانسور ووضعوا معاقمات أمام باب العمارة اللي يدخل كي يغسلي الدول اللي ولد المعاقم عادي يستعمل لاسانسور ونستعمل المنديل داك لو ماسك نستعمله ولكن من نستعمله دغير نرميه ما يفوتش واحد ساعة ساعتين يضطر ما بعد ثلاث ساعات لا يصدحوا لأي شي ونستعمل دائما المنديل المنديل الورقية نرميها في الحال أفضل شي كي وصبه الناس هو الإنسان يبقى في المنزل دياله وعدم الخروج سوى عند الحاجة فالقرارات اللي اتخذت الحكومة على مستوى جميع الوزارات وزارة التعليم وزارة الثقافة والرياضة وزارة الاختصاد والمالية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة كلها غاية أن الإنسان يبقى بمعزل بمعزل عن الخطر وعدم الخروج سوى عند الحاجة ونتجنب ارتياد الأماكن لفتة جمعات المكتفة فيما كاش تجمع مكتف بعده اللي النسي خافوا منه كثير ووسائل نقل رسمعنا الحمد لله إجراءات مبشرة بأن وسائل نقل من تاكسيات صغيرة أو كبيرة من شاحنات الصفر حافلات ترامواي كل هذه غاية تخضع التعقيم المستمر وغاية تخضع بأن الركاب ميكونش اكتضاد بحسب المقاعب والتاكسيات ميبوتوش تلاتة دي الركاب كل هذا الحمد لله مطمن هي مجرد احتياطات ولكنها فعالة جدا وعلينا أن نعلم بأن مشي الخطر هو أننا نصاب ربما نحمل العدوى لمن نحب رالإنسان ربما قد يتساهل يقول لك أنا ما عندك صار أن نموت ولا نحيا أنا راني ميت ميت كين بعض المحبطين يقول لك أنا حي راني ميت ولكن هل تعلم بأنك إذا حملت الفيروس ستؤذي أقرب المقربين إليك زوجتك أولادك أحبابك أفرد أسرتك لهذا الإنسان عليه أن يتفاد جميع الوسائل المؤذية أو المنقلة للعدوى بأن نتفاد المصفحة واللمس هذا لا يعني أننا نتفاد السلام السلام كلمة طيبة السلام تلقوا محبابنا لتلقين معا قلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحتوى ويرد علي السلام ورحمة الله وبركاته هذه سنة طيبة فيها أجر والتواب لكن لا نتصفح نقولها بفكاهة لأنني أحبك لن أصفحك وإذا تتأب الإنسان عليه أن يتخذ الاحتياطات ونتجنب الأحضان في بعض الناس يتساهلون بالأحضان يا وطني لا بد أن الإنسان يتجنب حفظنا على السلامة للجميع ثم نتخذ الإجراءات للنظافة وهي معلومة عند الجميع ويكون لدينا وسائل التعقيم ولو أن بدأت تنفيد من الأسواق لكن هناك الماء والصابون لدخلنا للبيت نغير الأحدية لأننا لنمشي نبه في الشارع لأن الفيروس قد ينتشر على الأسطح ودائما نبقى على على الطلاع واسع على المعلومات لك تصدرها سلطة الصحة وانتخذوا التدابير لازمة وان شاء الله تعالى احنا غمقوا مواكبين يوم بيوم في هذه الحصة بإذن الله على تتبع جميع المستجدات والتذكير بالإجراءات الوقائية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل داء وكل شر وكل بلاء فنعود بكلمة الله التامات من غضبه وعقابه ونعود بالله تعالى من شر كل شر اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم ونعود بك من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما درأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل دي شر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الأعجاب والاشتراك في القناة لا تنسى الأعجاب والاشتراك في القناة